لكن نظام وروتين وفلسفة إدارة كرة القدم في مصر هي اللي محدش راضي بوصلها هي اللي مطلعا لي اللعيب مش متأسس بدنيا صح هي اللي مطلعا لي الدوري العشوائي النظام الكروي العشوائي يا سيد أبراهيم لما تغير أنت من قبل كاس العالم من بعد كاس العالم وصدمتنا في الأداء المخيب للأمال في كاس العالم ومشينا الجهاز الفني اللي قلنا أنه صاحب فلسفة دفاعية مش صاحب فلسفة وجمهية ولكن يبدو أن الراجل ده كان قيسنا صح كان قيسنا وقايس أنه إحنا ما نقدرش نروح أبعد من كده فعمل الماكسما معانا بهذا الإسلوب جيبنا أجري وقلنا يا مهاد حيغير حيغير الجلد ودينا له أهدف بعيدة وبعدين فجيئناه طبعا بأهدف خريبة لكن هو نفسه اختياراته كان الصدمة نخش بقى في إيه في الأسباب ما أنت وحقول لك ما هي الأسباب يعني حقول أقصد بالأسباب اختيارات مخيبة للأمال اختيارات فيها عناد شديد جدا فيها علامة استفهام جمدة جدا جهاز فني لناس ما لهمش أدوار سال جادو على سبيل المثال همهمات عن تأثير مكلاء اللاعبين في كل شيء شفناها في اختيارات لعبة بتيجي باستمرار وعليها علامات استفهام وما فيش تطوير ولا تطور لهم ما بيتطوروا ولا احنا بنطور ونجيب غيرهم لحد ما جات انفجرت أزمة بيراميدز مع الجهاز الحالي اتغير الجهاز بعد كهاز الأمم اللي فيه كان صدمة في الأداء صدمة في النتائج صدمة في ان احنا بنخرج من أدوار مبكرة في أروع مشهد تنظيمي وبنية أساسية ربما في تاريخ كاس الأم في تاريخ كاس الأم عشان يعني يقولوا ان لا حنبوزلكوا الفرح حنبوزلكوا الفرح فوضى عارمة في كأس العالم سمعنا عنها ورجعنا فيها أخطاء قبل الصفر من مسؤولين وأثناء البطولة وتبريرات وهي هشة بعد العودة ونفس الأسباب بنفس الفلسفة ماشيين تيجي كاس الأمم فوضى عارمة ولعيبة بقت أقوى من الإدارة وأقوى من الأجهزة بتاعتها لدرجة فقد التعاطف قطاع كبير جدا جدا من الشارع المصري مع المنتخب في أزمة سميت بأزمة عمر وردة أنا بقولش عمر وردة أستحق أو لا أستحق أنا بقولش عمر وردة جاني أو مظلوم لكن عندما يصدر قرار لا يغيره اللاعبو تحت أي ظرف من الظروف صحيح لو كان هو مين اللاعب دي وبعدين ييجي المنتخب الآن ظروفه أصعب من أي وقت مضى خلينا وقعين لأنه ما قدرش ياخد عناصر مهمة جدا من المنتخب الإلومبي حركة غير محترفة بالمرة من كل الأطراف في أزمة بيرامد من بدايتها وبرضو وراها كلام عن وكلاء لعبين وتعالجت ابتدت غلط وتعالجت غلط ودفعنا ثمان ثم الإصابات اللعينة لأن قاعدة الاختيار شملت كل الذين هيأملهم الشارع المصري يعني المراتي كانش فيه خلاف أنت سبت مين ما كانش سعب حد أي ست سبع لعيبة من بيرامد مراحوش تلات أربع لعيبة تعوروا تلات أربع عناصر كان ممكن يستفيد منها من المنتخب الإلومبي بيلعب بمجموعة تكاد تكون مجبر عليها لكن بهذه المجموعة التي تكاد تكون مجبر عليها أنت بتاخد ماتشات مع كينيا جزر القمر توجو من أول ماتش بتسوانا وغينيا غينيا وبتسوانا الأداء مقلق بتكسب واحد بالعافية بس كنت بتسيطر وبتضيع لكن في الأداء الرسمي لا أنت أمام كينيا كنت كويس ولا ضيعت بالكسافة الوجبة بالعكس مرمج تهدد ويطلع الشناوي هو بطل المشهد مؤلمة جدا بطل المشهد